السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي في البداية بنهني المستشار محمد عثمان محمد نادي الأهل الحمد لله رب العالمين حصل على حكم بالبراءة في قضية سب وقذف مرتضى منصور قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية براءة محمد عثمان محمد نادي الأهل في قضية سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وكالت المحكمة الاقتصادية في شهر يوليو الماضي أصدرت حكم ضد المستشار القانوني للنادي الأهل بحبسه عام وتغريمه عشر تلاف جنيه في اتهامه بسبب قذف المستشار مرتضى منصور والنهاردة الحمد لله كانت موعد الاستئناف على حكم حبسه والغرامة لعشر تلاف جنيه وقررت المحكمة الحمد لله رب العالمين اليوم ببراءة المستشار محمد عثمان مرتضى منصور كان في الفترة اللي فاتت بيطلع وبيقوله بيهجمه بينتقده وعصيته غلية وغيره من هذه الكلمات وكان دائما شايف انه هيتحبسه بتكلم عنه انه هربان تواجد اليوم في المحكمة المستشار محمد عثمان في وجود مجموعة من المحامين متضامنين معاه كان تولى الدفاع عنه اتنين من المحامين طريق العوضي وثروة الخرباوي كل التوفيق لكل ما هو اهلاء وكل التوفيق لكل البشر كل التوفيق لكل مظلوم بعيدا عن الانتماءات وللأسف الشديد عايز اقول حاجة سريعا كده انا كنت متصور من الخلاف في وجهات النظر ودوارد جدا ان انت تقول رأي وانا اقول رأي مخالف عندك قناعاتك وانا عندي قناعات مخالفة عندي رؤية بناء على معطيات وانت عندك رؤية مخالفة بناء على معطيات اخرى شايف انا جانب وانت مش شايف جانب فالامور بتيكون فيها اختلاف وكننا سعب بنتدايق مش من الخلاف من الطريقة الاسلوب لكن اتضح ان الاسلوب ده ملوش علاقة بالخلاف الخلاف في الرأي اتضح له علاقة بالتربية بالاصول بالدين بحاجات كتيرة جدا واهمها هي الاخلاق والالتزام والتربية واصلك وابوك ربك على ايه ودينك بيقول لك ايه وكلام من هذا القبيل لو عرفت معنى دينك هتعرف تختلف لو عرفت الاخلاق هتعرف تختلف باحترام يعني قصة الخض في الاعراض اللي اتكلمت فيها وعملت فيديو لقيت ردود الافعال طبعا الكثير من ردود الافعال كانت جيدة واسعدتني لانها بتقول ان لسه في ناس محترمة وفي لسه ناس متابعين افاضل اللي عارفين يعني ايه اللي احترام وعارفين يعني ايه الحدود الحمرة اللي الواحد ما يتخطهاش في الاختلاف لكن عدد مش ليل برضو من اللي براره الخوض في الاعراض خوضها في عرض سيدة تحت اي مبرر تحت اي زريعة يعني كان احد الناس الافاضل او مش اعرف الافاضل هو في الموقف ده مش افاضل خالص يعني في الموقف ان الراجل يخوض في عرض سيدة يقول انها كانت على علاقة اثمة او علاقة مشبوهة باحد اصدقاء الصحفيين وجابت لي هدية فده في الموقف هذا في هذه وبالاسلوب ده ما فيش فيه اي شيء من الاحترام يعني تحت اي كلام قالت عليه ارهابي قالت عليه قالت عليه قالت عليه قالت عليه له علاقة بالنادي الاهلي رد عليها انا ما ليش انما ترد عليها بمنتهى هذا التدني انا كنت شاف ان ما فيش هنا اختلاف وجهات نظر ده فيه هنا قذف انسانة بالباطل ما عنده اندى القصف بالزنا بيحتاجة اربع شبول يا اخوان انت هتعرف كده في دينك ولا لا يعني النهاردة انت اختلفت اطلع اقول لك فكانت ردود الافعال بالنسبة للمبررات اللي ناس هو معها هي اللي بدأت هي اللي عملت هي اللي بدأت هي آلات ده مرتضى منصور قال له انت كان بيجيب لك موز وإحاقات سخيفة بالنسبة له ومع ذلك ما كانش في الردود دي مع ذلك ما كانش في الردود وبعدين دي سيدة ازاي انت تتكلم معنا بالطريقة دي كنت متصور ان في رجال عندها نخوة قص النخوة دي النخوة دي بتتولد مع بتبقى موجودة في الدم ماينفعش انت دي مش أمور مكتسبة لكن اللي يدفع وبعدين هنا مرتضى منصور كخة ليه يقول لك اصلا بيخد في الأعراض تبو دا لا من حقه أصلا هي اللي بدأت مرتضى منصور من وجهة نظره ان كل المختلفين معهم اللي بدأوا مرتضى منصور قناعاته ان النقض بالنسبة له الشتايم فبيقول انت بتبرر هنا علشان لون التشيرت اقصر بلا لا تقف أمام رب العالمين وتحاسب وتسأل عن دفاعك عن هذا الباطل لا اهلي هينفعك ولا زمالك هينفعك ولا الشخص اللي انت بتدفع عنه هينفعك محدش هينفع وكمان تسهيلك للموضوع كأنك بتشيع الفحشة بتشيع الفحشة بين الناس بتستحل الموضوع والتاتة انت عقوبة اللي بيشيع الفحشة بين الناس دي كبيرة امام رب العالمين انا ببرأ من كل شيء مخالف لديني وديني بقولك اذا بقولك انا بختلف فجات نظر كيفاما اشاء وتاني شايفك طالما قلت هنا دعيب اللي بيعملوا مرتضى منصور ودفعت عن اللي عملوا هذا الشخص تبقى انت شخص منافق وش ومنافق مفيش فيها كلام وبالنسباني مفيش حاجة في الدين مفيش فصال مفيش مواربة يعني لكن للأسف الشديد اتضح ان بعض الناس ممكن يبيعوا اي حاجة وانت تتخلى عن حاجة في الدين اللي اسمها خلف الاعراض وتوبحها لمجرد ان انت بتحب شخص او بتدافع عن شخص يبقى دا انت مفيش مشكلة انت بعد كده موانا حاجة تجيلك تبيع دي مو دا دا جزء من الدين بيقولك ربنا حدود حدود في الشارع يقولك مينفعش تعمل كذا فانت مفيش مشكلة بقى انت بتفرد سنة بسنة في الأخلاق في الاحترام في الدين فبالتالي ممكن تبيع الدين علشان تكون يكون مبرر ليك تدافع عن حاجة ربنا عافينا يا رب ضم أمين يا رب العالمين فوقه فوقه لا أهل هينفعك ولا زمانك هينفعك ولا مرتضى هينفعك ولا علاء صديق هينفعك ولا أنا هينفعك ولا عدد هينفعك محدش هينفعك غير عملك كل لسانك النبي صلى الله عليه وسلم كان تريمة بيقول سيدنا سعد بن معاذ يعني امسك عليك لسانك فالكلمة بتهوى بالإنسان في النار سبعين خريف سبعين خريفة وقال ألا يكبوا الناس على مناخرين في النار إلا حصائد ألسنتهم صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم ها لسانك اللي أنت بتكتبه الصينة بتأثر ورأيك ده بيخلي غيرك يقتنع بي ويحتذي بي وبيمشي فأنت من سنة سنة حسنة فلاه أجرها وأجر من عمل بها ومن سنة سنة سيئة فلاه وذرها وذر من عمل بها قول برر غيرك هيبرر بناء على تبريرك فأنت هتشيل زنبه زنب اللي بعده فتاني بقول لا أهلي هينفعني ولا زمانك هينفعني ولا حد هينفعني هاتش هينفعني غير الكلمة الأولى ولما تحب الدافع دافع بما يرضي الله وعندك الأسانيد والأساليب المشروع قدامك ليه نروح للمنطقة القذرة المهمة لكن أنا بقول كده ليه تاني ردود الأفعال بصراحة أصد دي ما فيش فوجة نظر يا أخوان ربنا بقول ما تعملش كده ما تعملش كده فيش فوجة نظر إنما اللي بيحلل ويبرر تحت أي زريعة ده ما يلزمنيش ما يلزمنيش ناس تقول لك أنت بتتكبر على الناس لا لا مش تتكبر ده ناس ما تعرفش أدب الخلاف ده ناس ما عندهاش أي حدود ده ناس ما عندهاش منع تعمل أي حاجة وتقول في حقك أي حاجة ها ده ناس دي معدومة الأخلاق خلاص بيان النادي المصري بيان النادي المصري المرسعي بيان من مجلس إدارة النادي المصري بشأن تداعيات أزمة الملعب اللي بيصدفه مباراة الفريق الأول للموسم الجديد موسم 22-23 البيان بتاع النادي المصري بيقول لك يعرف مجلس إدارة المصري عن استياه الشديد من الإصرار على أن يكون ملعب برج العرب هو الملعب المخصص لصدافة مباريات فريق المصري هذا الموسم وذلك على الرغم من إبرام التعاقد مع إدارة هيئة قناة سويس بالإسماعيلية لصدافة مباريات المصري على استاذ الهيئة الجديد ذلك الصرحة العالمي الذي تم تشيده من أجل صدافة أي فعاليات محلية أو عالمية علما بأن إدارة النادي قد قامت بإتمام التعاقد مع هيئة قناة سويس أو أتمت كافة الإجراءات اللازمة لذلك كما وضعت إدارة النادي ملعب استاذ السويس الجديد كملعب احتياط وإذا هذا الأمر فإن مجلس الإدارة يعرج عن إلقاتي أولا الربض القاطع للعب على ملعب برج العرب مش هنلعب وبعدين هم تقدموا بطلب الربطة اليوم بتأجيل الجولة الأولى للنادي المصري هنبتديها بتأجيل كما البيت الموسى نعمل إيه نظرا للأخطر أقول لك الربض القاطع على ملعب برج العرب نظرا للأخطر لتواجهها جماهير النادي بقى لهم سنتين بيلعبه وذلك من حيث بعد المسافة 700 كيلو ذهابا وآيابا بالإضافة إلى وعورة الطريق نهيك عن الصعوبة البالغة في تدبير المؤارد المالية اللازمة والأعباء التي أتكبدها النادي والذي أصبح غير قادر على استمراره في الوفاء بتلك الالتزامات ثانيا لماذا الإصرار على استمرار تهجير ونفي النادي واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير لأقصى مسافة ممكنة عن بورسعين هنا بقولك لماذا استمرار تهجير ونفي النادي اللغة أساسا اللي موجودة اللغة ما احترمنا للمسؤولين مستفزة نفي وتهجير النادي لماذا هذا لا تشعرف لماذا لا تشعرفين لماذا يعني وبعدين أنت بتكلم مين ما تتكلم الأمن ما تخطب الأمن هو أنت تلقو إدراع الأمن دماء لا الرابطة لها قرار في هذا الأمر ولا حد له قرار الأمن قال لك بل مجلس الإدارة في كل الأحوال في حالة اللعب على السادة الهيئة الالتزام بتقديم كل ما يلزم إما فيه تخفيض أعداد الجماهير والمعاونة في أي إجراءات إدارية يستلزمها الموقف رابعا يؤكد مجلس الإدارة تقبله اللعب على أي ملعب داخل بورسعين البريخ أو الرباط أو بورفؤاد بدون جمهور وهي الملاعب التي تصديف المباريات التي ينظمها لاتحاد المصر لكرة القدم خامسا الإحباط الشديدة لحالة النفسية المعنوية التي يمر بها الفريق وجهاز الفاني تستوجب أن تصدر رابطة الأندية قرارها بتأجيل المباراة الأولى نحن لسه لعبنا عشان حالتك النفسية إنه منهذر يجد عم أنتش عايزين تلعبه في الدور شوفوا لكم حتة تانية تلعبه فيها إنساحبه من الدور حالتك نفسية في حد إيه الحالة النفسية أنا لسه عملنا حاجة ودور لسه بدأ عشان حالة نفسية هي الحالة جات ولا إيه قال لك قرارها بتأجيل المباراة الأولى لحين الحصول على المفقات النهائية لملعب استاد تبقى فرد أن المفقات النهائية ما جاتش إلى الجولة الأولى أو الجولة التانية أجل لك هنا بقى وافضل مربوض ده عشانك علشان ساعات رشان تلعب في الملعب اللعب اللي كنتم تلعب به أستاذ هاي قناة سويس أو الملعب البديل أخيرا يؤكد مجلس الإدارة مبدأ اللعب على الساب برج العرب يعده أمرا غير مطبول ومرفوضا شكرا وموضوعا مجلس الإدارة لنادي المصري عبر تب كلم الأمن يالله يا أمن الأمن بيقولك المصري بيقولك يا أمن أنا مش عاجبني قرارك ميده بقى بيتولى الدفاع عن نادي المصري يقولك اللي بيحصل للنادي المصري عذاب لأي نادي ولا يتحمله أي نادي في العالم مش فهم إيه سر التعانة الشديد في موضوع الملعب إزاي تخلي فريق يلعب على بعد 700 كيلو من مدينة ومتروح تأمن أنت يميده ما تمسك أنت بقى الأمن يميده وتعرف كل حاجة وتعرف الأزمات وبتاع ها انتو بشاطرين بس أبشي اسماعلي ومتروح تشوف الملابسات خلي الأمن يطلعك على الأزباب بأميده يعني كلها في صلوات تقضع لي عمالت تفتح لي صدرك أو أي كلام وخلاص على زمالك نازل دفاع وهنا عمل إيه عام منت على كل السنوات طويلة أتمنى من المسؤولين الموافقة للمصر باللعبة على الأقل في سويس أجهزة ولعيبة وجماهير بتتبهد الناس ماتت 74 محا وحد ماتوا أميده يعني اللاجنة بالبهد ربنا يرحم كل من توفى وكون شهداء النادي اللي بيحصل لجنة المنظمة في الكويت أمر صعب ومبالغ فيه لدرجة رهيبة النادي الأهلي اللي بيتعرض له في محاولة لإبعاد جماهيره عنه ده يستلزم تدخل الاتحاد العربي لكرة السلة الاتحاد العربي لكرة السلة طلع بيام بالأمس قال لك أنا مش مسؤول عن أصعار التذاكر لكن هنا تلافذ مع المسؤولين اللي هينظموا البطولة النسخة المقبلة لكن النسخة دي خلاص يعني لكن البطولة بدأت حضور جماهير مكثف لجماهير النادي الأهلي وكانت التذاكر مجانا ثم الأمور تصعدت رفعوا التذكرة لتنين دينار ثم اربع دينار ثم مباراة النادي الأهلي الأخيرة مع قزمة الكويتي رفعوها إلى تمانية دينار ولك أن تتخال يا صديقي أن المباراة اليوم الساعة ستة مساء النادي الأهلي والكويتي الكويتي في بطولة العربية الكرة السلة رفعوا إلى سعر التذاكر من تمانية دينار إلى عشرين دينار أي ما يعادل ألف ومتين جنيه مصري لك أن تتخال يا صديقي أن أوقات المصري بيروح يشتغل في الكويت بمئة دينار لما تتخد في مباراة عشرين دينار في مباراة واحدة عشرين دينار وراح يشتغل علشان إيه يا جماعة في إيه ما ينفعش كل ده لمحاولة حجب جماهير النادي الأهلي وإبعاد جماهير النادي الأهلي عن النادي في مباراة أمام الكويتي الكويتي لتحد فرصة أكبر للكويتي هذا ليس فير بصراحة يعني طب وفي الناس داخل هتهاجم النادي لأهلي المجلس لأهلي المجلس لأهلي المجلس يعمل إذا كانت حضل الناس بقى هم بحاولوا يساعدوا نديهم اللي هو الكويتي الكويتي يعني في النهاية شكراً أنا أحسوا متابعة حضراتكم ودولوا في أمان الله ورعاياته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته